اسم الدرس تكيف العضو مع نمط التنقل المحور التنقل الموضوع تكيف العضو مع نمط التنقل الهدف أتبين تكيف العضو مع نمط التنقل أعلم تتميز الحيوان التي تتنقل عن طريق العدو باتساع القفص الصدري وقوة عضلاتها إلى جانب طول القوائم وانتصابها يفوق طول قفزة الأرنب ست مرات طول جسمها أثناء السباحة يدفع تحرك الزنب السمكة إلى الأمام بينما تساعد بقية الزعانف على توازن السمكة والتحكم في تحركها تعلمت أتأمل الجدول وأستعين به لكتابة أهم ما توصلت إليه في نهاية الدرس قوائم حصان التنقل عدوان طرف خلفي للأرنب التنقل قفزان زعانف سمكة وذنبها التنقل سباحة جناح طائر التنقل طيرانا الإجابة من مظاهر تكيف الحيوان مع الوسط الذي يعيش فيه تنوع نمط التنقل حسب الوسط الذي يعيش فيه التنقل في البر تتنقل الحيوانات في البر مشيا أو عدوا أو قفزا أو زحفا أو تسلقا فالعدو عند الحصان مثلا يتمثل تكيف الحصان للعدو في النقاط التالية طول القوائم وانتصابها عموديا انتهاء الأطراف بإصبع وحيد مكسو بحافر قوة عضلات القوائم القفز عند الأرنب يتمثل تكيف الأرنب للقفز في النقاط التالية طول القائمتين الخلفيتين بالنسبة إلى القائمتين الأماميتين قوة عضلات القائمتين الخلفيتين عند التأهب للقفز تكون أجزاء القائمتين الخلفيتين فخذ، صاق، قدم على شكل زي أنظر للصورتين التاليتين وعند القفز تمتد هذه الأجزاء الثلاثة فينطلق الأرنب الكنغر قافزا كالسهم التنقل في الماء تتنقل الأسماك في الماء بواسطة الزعانف تحقق توازن السمكة أثناء التنقل الزيل يمكنها من الاندفاع إلى الأمام شكل الجسم الذي يسهل انزلاقها في الماء التنقل في الهواء التنقل عند الطيور الجناحان طويلان بالنسبة للجسم وقويان يحققان توازن جسم الطائر أثناء الطيران في الجو شكل جسم الطائر المغزلي الذي يسهل انسيابه في الجو أقيم مكتسباتي جسم ما يلي برسوم أولاً الطرفان الخلفيان لكنغر أثناء القفز الإجابة ثانياً قائمة فهد أثناء العدو الإجابة ثالثاً جسم سمكة أثناء السباحة الإجابة رابعاً جسم طائر أثناء التحليق عالياً الإجابة أسئلة للتوسع قارن بين الصورتين مبيناً مواطن الشبه بينهما الإجابة نلاحظ أن كل الأطراف متكونة من أربعة أجزاء جسم إحدى الصورتين بالورق المقوى ثم أثني الطرف في اتجاهات مختلفة هل لاحظت فروقاً بينما تم تجسيمه على الورق والواقع؟ ترجمة نانسي قنقر